الدولة، أي دولة، أنا ما بخصش بالذكر إحنا، أي دولة في الدنيا شغلتها تريح المواطن ساعات الدول بتمر بظروف شديدة الصعوبة مفيش حد في الدنيا يعرف ينكر أو عنده قدرة أو بجاحة أنه ينكر أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة جداً طيب، مش بس كده، خلي بالك إحنا كلنا، أقولك هو سيدي بقى مش بس الرئيس، كلنا استلمنا البلد دي في 2014 وهي علا بيض مفيش منكم وإليكم والسلام عليكم يعني في 2011 كانت المفاجأة، البلد فيش حاجة، فيش فيها حاجة صرف أي كلام، مية أي كلام، كهرباء أي شبكات أي كلام، أي كلام يا راجل ده البحيرات اللي في مصر ما تلمستش، ما تلمستش من بداية القرن العشرين أنا دايماً كان سؤالي، هم قالك أنه بيعملوا إيه بالفلوس؟ يعني الفلوس اللي كانت بتخش إيرادات دي، كانوا بيعملوا بيها إيه؟ عايز تعرف كأنه بيعملوا بيها إيه؟ بيروح موجهالك لدعم زائف، فأنت تفرح، يروح، إحنا جاتلنا شوية فلوس بس، أنا عايزهم يعودوا سكتين روح هتلوم شوية زيت، على شوية سكر، على شوية صابون، على شوية دقيق، على فرختين مجمدتين، على كم كيلو لحمة مستوردة إطرح في السوق، وفهمهم إن الدنيا حلاوة، ونقنعهم إن الدولار بخمسة ونص مجموز، جميل طيب، صلحت شبكة الميا؟ لا. دخلت ميا الأهلينة في الأرياف؟ لا. صلحت شبكة الصرف؟ لا. طيب دخلت صرف الأهلينة في الأرياف؟ لا صلحت الكهرباء؟ لا، دخلت الأرياف؟ لا، بنيت مدن؟ لا، أوجدت فرص عمل؟ لا، علمت الناس؟ لا، علكت الناس؟ لا، ولكنت قاب بتعمل إيه؟ أظن كلنا عارفين كانوا قاعدين بيعملوا إيه فلما كل ده يبقى حاصل 30 سنة مؤمن وبعدين نمر بظروف سياسية شهدت الصعوبة ما عدتش على تاريخنا بالمناسبة ما عدتش هذه الصعوبة السياسية ما عدتش مش بس كده أمنيا ما عدتش علينا ظروف بهذا الشكل في الإرهاب فنستلم البلد كلنا في 2014 بعدما الحمد لله كشح يعني تنظيم الإخوان على الأقل في شكله الرسمي ونبدأ أن احنا ندعو وننادي ونطالب أرجوك فندم عايزينك رئيس جمهورية في عيجي السادة الرئيس قدها كان وزير الدفاع حاضر هشيل المسئولية بس وخلي بالك بس من الكلام اللي رأي سأله في البداية بس المسئولية دي بتاعتنا كلنا احنا شايلين سوا أصبروا معايا هتيجي تقول لي ما احنا أصبرنا هقول لك لقيت قال بقى بان انت خدت دولة ما كانتش موجودة انت بنيت خد بالك بقى هنا انت المصري بنيت مجموعة من المدن الجديدة تساوي في مساحتها نفس اللي كان مبني في تاريخنا يعني احنا كنا عايشين على سبعة في المية فبنينا سبعة في المية جدد بقى واربعتاشر وهكذا شوف احنا لازم فعلا نعمل لكم الهاشتاج بتاع كفاية هارية ده عشان بس تبقى عارف بالحقيقة والرقم ايه اللي حصل من 2014 لحد اللحظة اللي احنا فيها